دايما هيكون في مشاكل هتقابلك تحديات انت مش الوحيد اللي عندك مشاكل وبتقابل تحديات في حياتك كل الناس اللي بتقابلهم في حياتك دولت عندهم مشاكل يمكن مشكلتك اصغر مشكلة في الناس اللي حواليك وده مش يقلل من حجم المشكلة اللي انت عايشها لكن ده ما ديش لأي حد عايش اي مشكلة اي مبرر ان هو يفقد الناس الحماس اللي جواه ارجوك توخى الحزر انت بتفضفض ولا انت بتوقع الناس حواليك الكلمة سلاح قوي تممكن بكلمة ترفع بين ادم سابع سماء وبكلمة تنزل بيه سابع ارض ودحت الارض ارجوك اختار الكلمة اللي تبني ولو عندك كلمة تهتم اجتمها إلا لو انت عايز تفضفض اختار حد امين تتكلم معي لكن تخليش ظروفك ومشاكلك تبوص حياة ناس تانية الناس بتبزل مجهود كبير جدا جدا عشان يوصلوا لنوع السلام النفسي اللي يقدر يتعايشوا بيه مع كم التحديات اليومية وربنا ما بيسيبش حد وبالدليل ان احنا بنتكلم بعض واقفين وعايشين على رجلينة رغم كل المشاكل من قبلها كم مشكلة مستحيلة قبلتها في حياتك هل انت بشطرتك انت اللي حلتهم بنفسك الوحدة ده ما حصلش كلنا بنجزم بدا رغم العالم الرقمي اللي احنا عايشين فيه اللي هو واحد زي واحد بيساوي اتنين الا ان ايد ربنا عمرها مسابت اي حد فينا شان كده اي مشكلة بنقبلها ما نخليهاش تأثر على حوالينا فيه فرق ما بين احنا عايزين الفطفل مع الناس بين ان احنا عايزين نقفل الناس من الحياة دايما فيه امل كون ما ربنا موجود